في العام 1975 وكنت في بيروت دعاني الصديق محمد سعيد محمدية صاحب دار العودة الذي طبع لي ديواني قصائد إلى الزمن البعيد إلى سهرة في منزل السفير الليبي في لبنان يومها الأستاذ عبدالقادر غوقا الذي عرف عنه أنه صديق المثقفين والكتاب والصحفيين والفنانين وفي تلك السهرة التقيت بالصديق الكاتب السوري الساكر شريف الراس ثم انضم إلى السهرة متأخرا رجل الأعمال العراقي الشهير سعدون البنية وكانت سهرة غنية بالأدب والشعر والطرائف والحكايات الممتعة في اليوم التالي تلقيت مكالمة هاتفية مفاجئة من السيد سعدون البنية يطلب فيها مني أن أزوره في مكتبه في ميناء بيروت وفي اللقاء قال عرضت علي شركة ميسيو بيشي اليابانية وكالة عامة للشرق الأوسط لتسويق أجهزتها الجديدة للفيديو كاسيت وأشريطة الفيديو كاسيت وقال لأنك أكثر خبرة مني في مسائل الفيديو فأنا أعرض عليك أن أقبل الوكالة العامة وأتولى أنا تمويلها وتقوم أنت بجهود تسويقها مقابل نصف الأرباح طبعا في العام 1975 لم يكن أحد قد عرف أجهزة الفيديو كاسيت فاعتذرت وقلت له أن تسويق هذه الأجهزة وأشريطتها يحتاج إلى كثير من الجهد المضني الذي قد يستغرق عاما أو عامين وهذا يعني أن أتوقف عن الإنتاج الفني وأضحي بأرباحه المجزية على أمل أن يتعرف الناس على الفيديو بعد عمر طويل بعد هذه الحادثة بعشر سنوات بالضبط زارنا الراحل سعنون بنية في ولاية ميشيغان بأمريكا وفي جلسة مع أصدقاء قال هل ترون هذا الإبراهيم؟ كان يمكن أن يكون اليوم من أصحاب الملايين ولكنه أضاع الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب وقص عليهم حكاية الفيديو كاسيت والوكالة العامة للشرق الأوسف بعد أن أصبح عدد المنازل العربية التي تقتني أجهزة الفيديو كاسيت بالملايين ترجمة نانسي قنقر